هنروح على بطلة لا تقل عن مصطفى عسل وهي الأشهر الحقيقة بالنسبة لنا هانا جودة تتأهل نصف نهائي بطولة تونس الدولية لنشآت تنس الطولة هانا جودة لعبة المنتخب الوطن تنس الطولة ونجمة النادي الأهل تأهلت لقبل نهائي بطولة تونس الدولية واللي بتتلعب من الفترة من 26 إلى 30 مايو اللي احنا فيه طبعا صور هانا جودة من البطولة هانا كسبت في دور التمانية تركيا بوشرا ديمير بنتيجة 3.0 علشان تلعب في قبل النهائي مع البرتغالية ماتلدي بنيتو تمام وهنا في الدور طبعا هنا في الدور الأول كانت فازت على بطولة تونس على بطل التونس هولا سيدي بنتيجة 3.0 معلش يمكن أسماء يعني عربية على برتغالية وبعدين كسبت لعبة تركيا نهاد نبهان بنفس النتيجة مستنين كتير من هنا واللي دايما بتقدم مستوى اوه عزيزة وخلينا افكركم كمان ان هنا بتتصدر او تصدرت لفترة طويلة تصنيف العالمي اه في او ناشئات تحت 15 سنة 13 و15 لاتنين وهنا جودة بتلعب في فريق السيدات الاول في النادي الاهل يعني هي عندها 15 سنة دلوقتي وبتلعب ما فريق السيدات في الفريق الاساسي وخدت معاهم الدوري من ايام يعني هنا جودة على صغر سنها ده بحقق انجازات كبيرة جدا الانجازات دي الحقيقة محدش قبلها يعني حقق الانجازات دي في سنة يمكن بعديها طبعا اه عندنا دينا مشرف نجمتنا اه عندنا يعني اه يعني نجمات كبيرة دينا مشرف طبعا المحترفة يروحة فرنسا طبعا السنة دي فا اه اكيد عندنا ابطال كتير ولكن هنا جودة لها معزة خاصة لانها بدأت منذ زم ما بيقولوا نعمة اضافرها كبطلة داخل النادي الاهل